اليوم سنتحدث عن أسئلة الإسكان الناس يعرفون الخارطة هذا التقديم على ماذا وشو عليه هذه الوحدات السكانية بعد المدة التي ذكرها معالي وزير الإسكان في لقاءه في العربية قبل يومين سيتم تخصيصها للمواطنين فالجاهز منها يروح ويسكن نحسون الناس أنه فيه تمييز للأبناء من الزوجة السعودية ليس لهم حقوق بالقرض لكن أبناء من زوجة غير سعودية لهم الحق بمعنى أن أبوهم من الزوجة السعودية اللي أبوهم غير سعودي والهدف أن نميز السعودي ففي كلتا الحالتين من اللي يقدم؟ السعودي إذا كانت الأم غير سعودية يقدم أبناها السعوديين وإذا كانت الأمرأة سعودية وأبناها سعوديين فيتقدم عن أبناها واحد مدرس مثلا يدرس في عفيف وهو يبغى يستقر في المستقبل في بقيك ما يدري متى ينقل ثلاثة أربعة سنين ممكن يجي دوره وهو ما بعد انتقل لكن يعرف أنه هو طالب نقله وش حظه ذا منه عشان ما يصير ياخذ مكان ما يبي يعيش فيه ياخي في مكان إقامته الحالي تغير يتغير تبع له فإذا هذا ما يرغب ياخذ دعم سكني في المدينة إذا جال الدعم السكني ينقل ويأخر إلى أن ينتقل للمكان الجديد أجبنا على أسئلة الإسكان إن شاء الله إذا احتجنا حلقات أخرى عن الإسكان سنعود بالموضوع بمان الله